الكابتن خالد العطوي وهو مدرب قدير نعتز فيه أكيد من المدربين نعتز فيه في هالوطن العظيم مثل ما نعتز فيه أكيد وباقي المدربين الوطنيين واجه انتقاد بأنه لا بد أن يلعب بطريقة منطقية فنية وبالتالي يلعب على إمكانيات لاعبيه والفترة الماضية ما كان يلعب بهذه الطريقة بحسب حديث فنيين واليوم لعب بحسب المنطقية التي كان من المفترض أن يلعب على أساسها وبالتالي انتصر في هذه المواجهة تتفق مع هذا الرأي الفني؟ ولازم نفسر أو نبين للمشاهد الكريم طبعا نقصر الطريقة الطريقة هي معروفة الطريقة بمسمى أنت تلعب مثلا أربعة أربعة أثنين أربعة ثلاثة أثنين اللي هي هذا معنى الطريقة الأسلوب لا هو الأسلوب اللي يتكلم عليه هو المشكلة في الكابتن خالد كان الانتقاد عليه على موضوع الأسلوب أسلوب اللعب وليس الطريقة الطريقة بكير معروفة طريقة الاتفاق لكن الأسلوب اللعب كان الاستحواذ اللي يبني من خلف هذا الأسلوب الذي كان يتأخذه الكبت الخالد طبعاً الكبت الخالد ما نجح في الأسلوب هذا كثير لماذا لا نجح؟ لأن مقاومات اللاعبين يتنجح أسلوب الاستحواذ من الخلف إمكانيات اللاعبة لا تشفع لك إمكانيات اللاعبة لا قوية أن تستحوذ وأن تستحوذ في منطقة الثمنطعش أو عند منطقة الدفاع تحتاج لعبة إمكانيات تمعالية تحتاج لعبة مقاومات مختلفة تحتاج لعيبة فكرهم كبير جدا هذه الأمور ما هي متواجدة في بعض لعيب الاتفاق فعشان كذا الاتفاق تكثر أخطاء تصير أمور كثيرة تسبب لمشاكل أيضا يخسر مباريات كثيرة ما صار اللعب محبب للجمهور لأن نشوفون اللعب دائما من الخلف وكرات مقطوعة فالكابتن خالد في الفترة الأخيرة بدأ ينتهج اسلوب مختلف بدأ ينوع في اسلوبها استخدم اسلوب الاستحواج واسلوب اللعب المباشر لو لاحظنا اليوم مباراة الفيصلي مبلح في كده كورة مثلا لما ترجع له حاول يشتت الكورة على طول من لمسة وحدة فهذا الاسلوب الآن بدأ الكابتن الخالد تتبع وبدأ ممكن يقطف ثمارة يعني مباراة اليوم الفيصلي أنا أعتقد مباراة متوسطة المستوى مباراة الاتفاق حق فيها الأهم اللي هو الفوز والثلاث نقاط وفي الدوري دائما أنا أقول أنه مهم جدا أن أنت تعرف كيف تحقق الثلاث نقاط هذا أهم نقطة أهم المستوى إن جاء المستوى شيء جميل لكن إذا ما قدرت أن أنت تحصل على المستوى تحصل على النتيجة أهم حاجة لأن أنت في لعبة الدوري في لعبة تجميع نقاط فأنت كلما تأخذ نقاط تنتقل إلى مركز أفضل فالمستوى مع الأيام ومع المباراة ممكن يتطور ويأتي لكن لا تفقد الثلاث نقاط هي الأهم الكابتن الخالد ركز على أن يبني استراتيجية معينة وأن يشكل فريق معين من خلال أسلوب معين وما قدر ينجح فيه في فترة معينة ما قدر صعب صعب هذا الأسلوب وكلف هذا خسائر كثيرة في مباراة كثيرة الآن الوضع خلنا نقول إن شاء الله إن شاء الله أن الوضع بدأ يتحسن ونتمنى الاتفاق أيضا أن ينتصر مبارتين على الأقل المتتاريتين